أهلا بكم شكل مسار أستان منذ انطلاقته ما يصفه معارضون سوريون بأنه طريق تصفية الثورة فما بين عقد أول نسخة منه وآخرها فقدت الثورة السورية معظم مناطقها ولم يتبقى لها إلا شمال غربي البلاد عام 2018 لم يحمل إلا عقد ثلاث جولات من مسار أستان لكن الربع الأول من هذا العام وتحديدا منتصف مارس آذار شهد اجتماع الدول الضامنة في العاصمة الكزخية دون حضور وفدي المعارضة والنظام أو أي دول مراقبة الجولة التاسعة كانت الجولة الأولى في عام 2018 عقدت في الرابع عشر من مايو أيار الماضي بغياب الولايات المتحدة ولم تحمل نتائج مهمة على صعيد ملف المعتقلين أحد أبرز الملفات العالقة من الجولات السابقة وكذلك تأمين منطقة إدلب كآخر مناطق خفض التصعيد اتفقت كل من روسيا وتركيا وإيران على ما اسماه البيان الختامي دعم عملية التسوية السياسية وإجراء مشاورات مع المبعوث الأممي الخاص بسوريا والأطراف السورية بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عمل لجنة الدستورية بأسرع وقت ممكن الجولة العاشرة من مسار أستانا عقدت في 30 من يوليو تموز الماضي لكن هذه المرة في مدينة سوتيشي الروسية في محاولة واضحة من موسكو للقول إنها باتت تمتلك مفاتيح الصراع والحل وفي هذه الجولة تحديدا بدأ الحديث عن اللاجئين والنازحين وعودتهم وجاء في مسودة البيان الختامي أن المشاركين يدعمون جهود مساعدة السوريين في استعادة حياتهم الطبيعية وبدء محادثات عودتهم الجولة الحادية عشر استبقها النظام وحلفائه الإيرانيون بتصعيد عسكري في المنطقة من زوعة السلاح الثقيل حسب اتفاق سوتيشي انطلقت هذه الجولة في 28 من شهر نوفمبر 22 واتفقت الدول الضامنة على زيادة الجهود لمراقبة وقف إطلاق النار في إدلب ودعم تنفيذ اتفاق سوتيشي لكنها فشلت بإحراز أي تقدم على صعيد تشكيل لجنة صياغة الدستور والإفراج عن معتقلين وعاد الحديث مجددا عن ضرورة تهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين والاستعداد كذلك للعمل مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي من أجل ذلك وحدد بيان آخر نسخة لعام 2018 أن النسخة المقبلة أو الثانية عشرة ستعقد في شباط فبراير من العام 2019